إذن كان هناك نصيب كبير لصندوق سيانة الطرق في العديد من المناطق اليمانية والسيامة وتحديدا في عدن وأيضا كذلك أبيان ومؤخرا تم تدشين العديد من المشارع لإعادة سيانة الطرق في أبيان إذن محافظة الضالع ولحق كان لها النصيب في عام 2019 من هذه الطرقات هناك أيضا خطط عديدة أيضا لمواصلة هذه المشاريع مشاريع إصلاح الطرق أيضا وافتتاح طرق جديدة في هذه المحافظات في العام القادم عام 2020 إن شاء الله يا رب وأيضا ما ننساش أن الحديدة كان لها دورة كبيرة في مواجهة التحديات وأيضا مواجهة الميليشية الحوثية مر عام كامل على اتفاق ستوك هولم وهذا الاتفاق الذي لم يبرح مكانه منذ عام كامل بالوشاركة الأمم المتحدة فيه بمهزلة كبيرة في الحديدة عندما رأينا الميليشية الحوثي الإجرامية والإيرانية تسلم الميناء وتقف موقف المتفرج أيضا موقفت هي متفرج على خروقات ميليشية الحوثية على هذا الاتفاق تقف موقف المتفرج على قصف الحوثيين للمدنيين العزل في قراءة الساحل الغربي فهل تستمر هذه المهزلة وهل يستمر اتفاق ستوك هولم لا يطبق كما هي بنوده مع ميليشيات الحوثية الإنقلابية التي لا تعترف إلا بلغة السلاحة التقرير التالي يبرز لنا أهم انتهاكات الميليشيات الحوثية لاتفاق ستوك هولم عام كامل من اتفاق السك هولم بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في ديسمبر لم يأتي يناير اللاحق له المنصوص عليه في ديباجة الاتفاق حتى الآن عام كامل ولا يتبدى في الأفق نجاح أي مما كان في السويد باستثناء حسن الضيافة والدعم المقدم للوفدين حينها وعبارات مديح متقطعة يرسلها المبعوث الدولي إلى اليمن السيد مارتين جريفث إلى الحكومة الشرعية والرئيس هادي حينا وإلى المتمردين الحوثيين وزعيمهم أحايين كثيرة متجاوزا كل التجاوزات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ومنتهكا قواعد رصد الانتهاك لاتفاق دفع إليه سفراء الدول الراعية للسلام قبل أن يوقع الطرفان على بنوده بحبر خفيف تطاير عقب التوقيع عليه بأيام كما يرى البعض ثلاث قضايا كانت حاضرة ظهيرة الخميس الثالث عشر من ديسمبر الفين وثمانية عشر في مشاورات سلام رعتها الأمم المتحدة في أحد قصور ضاحية من ضواحي العاصمة السويدية السوكهولم مدينة الحديد وموانئها والصليف ورأس عيسى هي القضية الأولى والأهم لدى من ضغط للتسريع بتوقيع اتفاق حولها وبالموازاة كان الاتفاق قد تضمن قضيتين مهمتين أيضا هما آلية تنفيذية لتفعيل اتفاقية تبادل الأسرى وإعلان لتفاهمات بشأن رفع الحصار المفروض على مدينة تعز منذ سنوات عام كامل تلاعب فيه المتمردون الحوثيون بالمبعوث الأممي ومكتبه ومنظمته ومرروا عددا من المسرحيات وأعطوا ومنعوا ومع كل لعبة ساخرة كان المبعوث الأممي يبتلع سخريتهم ويكافئهم بتصريح مثير ومستفز لحكومة شرعية كرر المبعوث لها بأنه لن يذهب لاتفاق غير مبني على المرجعيات الأساسية للحل السياسي في اليمن لكنه يفعل ويستفز الحكومة التي تغضب وتهدد بالانسحاب من الاتفاق ثم تعاود معركة صناعة السلام مع المبعوث الأممي والمتمردين الحوثيين المحظوظين بترهل آليات المنظومة الدولية ورغبات قوى دولية في بقاء الصراع لا إنهاء الحرب إنسانيا وحقوقيا وعشية اكتمال عام كامل على السكهلم أصدرت 14 منظمة حقوقية تقريرا أهم ما فيه بأن ضحايا مهزلة توقيع اتفاقات لا تطبق تمثلت بكارثة فقد سقط في الحديدة 799 إنسانا بين قتيل وجريح حسب المنظمات وهي المدينة التي حصنتها الاتفاقية كما يعتقد من الموت والدمار والحقيقة عكس ذلك المنظمات الدولية والحقوقية قالت في بيانها بأن الحديدة تظل أكثر المحافظات خطرا بالنسبة للمدنيين في اليمن وزادت شهدت محافظة الحديدة سقوط أعلى حصيلة للضحايا المدنيين منذ توقيع اتفاق السكهلم مقارنة بالمحافظات الأخرى وبلغة أخرى يقول محافظ المحافظة الحسن طاهر بأن الميليشيات الحثية نفذت 11 ألف خرق منذ توقيع اتفاق السكهلم راح ضحيتها 300 قتيل وآلاف الجرحى هل كان اتفاق السويد إذن لإنهاء الحرب أم لتجميد المشكلة اليمنية وتعميد استمرار القتال في بلد يعاني الويلات جراء آلة قاتلة استنبتتها إيران وتحميها قوى كبرى منعت الجيش الوطني من استكمال تحرير الحديدة قبل عام وقبلها رفعت الفيتو أيضا ضد تحرير غيرها من المحافظات وهل هذا هو السلام الذي يرجوه العالم المتحضر لليمن غير السعيد اليوم اشتركوا في القناة